بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون يا أبناء شعبنا العراقي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من صوتكم من الستوديو التاسع ونقدم لكم غصدنا للشأن العراقي حتى لحظة دخولنا للستوديو في هذا اليوم الثالث والعشرين من أيار مايس لعام 2024 أيها الأخوة المواطنون في تصرف يهدف إلى إثارة النعرات الطائفية قامت يوم أمس مجموعة ضالة بالهجوم على أحد مساجد منطقة السيدية من خلال التعدي على إمامي وخطيبي أحد المساجد بعد صلاة العشاء والهدف من ذلك هو إثارة النعرات الطائفية هذا ما قرنا وما تابعنا في جميع منصات التواصل الاجتماعية اللي تحدثت عن هذه المجموعة الضالة بين مزدوجين عن أهدافها الطائفية اللي واضح من تصرفها وإلا أنت جابك على مسجد أنه تتعدى على أهله وشنو معنى هذه الرسالة وتوقيتها هاي كلها علامات استفهام قدام من؟ قدام وزارة الداخلية وكل مؤسساتها الأمنية وقدام الأخ رئيس مجلس الوزراء القائد العام قوات مسلحة ليش قدام السوداني؟ لأنه هو المسؤول التنفيذ الأول السوداني هو اللي يحفظ الأمن ويحفظ ما تحقق من إنجازات أمنية نوعية ولو ليست متكاملة ولكن جيد الوضع الأمني ولله الحمد اليوم أفضل مما كان قبل سنتين وأفضل مما كان قبل خمس سنين وأفضل مما كان قبل عشر سنين لكن هكذا التصرفات بين مزدوجين أيضا فردية لأن المجموعات الضالة اللي تجي بسيارات ما بها أرقام وتتعدى على الناس هذه مو جديدة بالعراق يعني على الأسف الشديد هذا إلى الآن ما قدرنا نتخلص من هذا الأسلوب اللي ما تعرف هذا منه وإل من يتبع لكن أن تستهدف مساجد يرفع فيها اسم الله سبحانه وتعالى وهي بيوت الله سبحانه وتعالى في هذا الظروف بها رسائل معينة أنا جايكم اليوم وحدة وحدة تعرفون أنا بينكم وخادمكم وصوتكم كلامي طقب طيق ما بها مواربة مثل ما يقولون وإنما أحكي طقب طيق فجناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة القائد العراقي وجه تنبيه وتحذير لأنه أبو سرمد الله يعز له طلع رسولة أبو سرمد الله يعز له أبو سرمد مسؤوليتك قائد عراقي أن يقدم الموقف المطلوب في لحظته وفي توقيته وأن يخاطب الجهات المسؤولة بما عليها أن تقوم به وبصفته زعيم لأهل السنة والجماعة هذا المكون الأصيل من أهل العراق الذي أؤكد بأن العراق هو مجموعة أعراق وأهل السنة والجماعة مكون أساسي رئيسي فيه شاء من شاء وأبى من أبى فجناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله توجه بكلام دقيق إلى الأخ السوداني نعم للأخ السوداني لأنه كقائد عراقي يخاطب من؟ يخاطب المسؤول التنفيذ الأول والمسؤول التنفيذ الأول كل المسؤوليات جواه هو يتابعها فوجه لكلام دقيق لما قال للاعتداء على بيوت الله وترويع المصلين الآمنين سلوك مرفوض ويعرض أمن البلاد والسلم المجتمعي إلى مخاطر جمة نخاطب العقلاء من أبناء العراق كافة إلى موقف مسؤول لوأد الفتنة وندعو الحكومة بكافة مؤسساتها إلى حماية مكتسباتها الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام وسلامة المواطنين نقطر السطر هاي خلاص جعزة من المخرج خلاص كلام واضح ودقيق وخير الكلام ما قل ودل إنه خلاص إحنا ما مستعدين كلنا كعراقين أن نرجع إلى مربع الطائفية هو الطائفية كانت هل قد إيجابيا لهذا البعض يريدها ترجع الدماء الزكية اللي دفعها شعب العراق بكل مكوناته رخيصة ليت مقبرت النجف ومقبرت الكرخ اللي امتلأت بآلاف الشباب اللي ما شفوا شي من حياتهم هذولة شنو دماءهم يتشراحت بحيث تسعى واحد إنه هسه رجعوا الطائفية بأي شكل من الأشكال شوفوا أنا أردع حتيها اللي بقلبي أنا صوتكم وخادمكم وابنكم أنور الحمدان اللي يحتيها كقائد رأي جماهيري بمسؤولية تحملها أمام الله سبحانه وتعالى ويتحدث إلى الشعب العراقي اللي أنا خادمهم وصوتهم قد يربط البعض وأنا قرأتها في التعليقات إنه حوادث استهداف مسجد في السيدية مثلاً اللي أنا أعتبره حادث فردي لكن بي رسالة عميقة إنه علينا أن نتبه إنها إلها يربط بعيد الغدير الأخر وبعد إقراره كعطلة رسمية شوف إحنا في العراق مجموعة مكونات لكن الغالبية العظمى نحن جميعاً مسلمون والقومية الأكبر نحن عرب مع الاحترام والتقدير والإجلال للقوميات الأخرى وللديانات الأخرى في بلادنا الحرق الإمام علي عليه السلام ابن عم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هو من هو الإمام العربي الهاشمي القريشي الذي أصبحت سيرته نبراساً لكل الإنسان ليس فقط للمسلمين في العالم أجمع وقد حكم العراق من الكوفة وبالتالي عيد الغدير الأخر عيد مبارك نفتخر ونعتز به كمسلمين وكعرب فالإمام علي عليه السلام إن كان الإنسانية فنحن أحق من غيرنا في العراق بعروبتنا وبقية قومياتنا أن نفتخر به فعيد الغدير الأغر لا يوجد مسلم لا يوجد عربي يعترض عليه اتخذت عطلة ما اتخذت عطلة يبقى عيد أغر ويبقى الإمام علي عليه السلام هذا النبراس للإنسانية فقط ليس فقط للمسلمين فاللي ما اعترض عليه أنا أقولها بصراحة ما أحد ما اعترض عليه من العرب العراق أو مسلمي العراق لأنه الذي اعترض عليه لا يشعر بعروبته ولا يشعر بانتمائه والذي اعترض عليه لا يشعر بعراقيته أيا كانت قوميته لأن الإمام علي عليه السلام ولي الله وهذا عيد لله ويعرب كثرة عياد العراقيين وكلها خير وبركة فالربط بيناتهم لإيصار رسالة معينة لا 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 ماكو ربط حتى تكون صادق وياكم هسا جايكم ليش ماكو ربط وليش من الجاي يستهدف هذا العيد ما كان ليكون وكلام لله أقوله ومن ثم ابناء شعب العراقي لو لا موقف سماحة السيد القائد مقتصدر عزه الله للإطارين ولا غير إطارين أبو هاشم هو اللي نقرج وقال نحن كعرب كعراقيين كمسلمين نريد هذا عيد وكان العيد وكانت العطلة الرسمية لكن اللي وقفوا ستشينة خاصرة بالبداية هم من يسعى لإثارة الفتنة أبو هاشم قائد إنساني إسلامي عربي مسلم قرشي هاشمي لا يوجد اختلاف عليه على مواقفه الإسلامية والوطنية والعربية لكن اللي يسعى لترهيب المصلين في مسجد بالسيدية وباشر قد يسوي لخطوة ثانية هذا يريد يفتن الناس ويريد يوصل الرسالة أنه هاش قلنا لكم هاي كل هذا ولا جماعة أبو هاشم لا مجمعة أبو هاشم ولهذا رسالتنا رسالتي للأخ الكبير سماحة سيد القائد مقتد الصدر عزه الله أقول لأبو هاشم يجب أن تتنبه لذلك أكو ناس تريد تستغل اسمك الكريم لتعيد الطائفية فأضرب فأضربهم بما يستحقون من موقف بقسقوسة صغيرة لكل الخط الصدري والخط الإصلاحي ولكل أتبع على الصدر الكرام ولكل أن ننتبه من ذلك وإنما يجب أن يكون احترام أن يكون تقدير إحنا كلتنا مسلمين كلتنا عراقيين لأنه إذا ما تجي هذه الخطوة من سماحتك الآن البعض راح يحاول يدق أسفين بين أبناء الشعب العراقي مستغلا اسمك الكريم وأعتقد أيضا الرسالة واضحة وصريحة فالآن الموقف مطلوب من أبو هاشم أن تكون هناك رسالة إيجابية وأنا أذكر أذكر العراقيين بأنه بالألفين وطلتعش بعض النفر الضال راحوا إلى العظمية المباركة بهلها وادعوا إنهم جايين ومن أتباع أبو هاشم وجايين من كاظمية ونشروا يعني هتافات طائفية أول من تصدى لهم سمحت السيد مقتدى الصدر عزه الله بموقف صريح صورة وصوت دز إلى برنامج ستوديو التاسعة من خلال مراسل البرنامج في حينها أنا كنت في قناة البغدادية الغراء كنت في القاهرة دز صورة وصوت من الحنانة وأنا عرضت صورة وصوت في برنامج ستوديو التاسعة دز للمواطن ورحم داني وانا لو عندي وقت لآن أعرض لكم يا إن شاء الله إذا ردتوا تقولوا لي وانا أعرض لكم يا في وقت آخر واستهجا هذا التصرف هذا الأمر نحتاج الآن نحتاج أبو هاشم أن يقوم بخطوة أخرى أن يصلي مع كل أن يذهب إلى أحد المساجد ويصلي كما كان يصلي بالشيخ عبد القادر القيلاني وكما ذهب الإمام العظم وكل يتو يوصل رسالة إيجابية حتى يقطع الطريق على هذه الفئة الضالة اللي تريد تستغل الاسم الكريم لهذا الهدف أما العيد الغدير الأغار حي الله العراقين وعيادهم هذا الإمام علي عليه السلام رفعت رأس لكل مؤمن ومسلم من كان يوالي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وصحبه أجمعين يوالي ابن عم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وسيدنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فتح العراق وكسر خشم كسر والفرس المجوس كان أول المواليد فما بالنا اليوم أن لا يكون أيضا مواليد لهذا العيد الأخر وروح زميل المخرج كفو بن أبو هاشم الله عزيزي حقيقة عمامنا وأهلنا عائلة الشيخ ترك الراشد المحترمون اليوم كان لهم موقف ثمنوا به المواقف الوطنية لجناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة والقاد العراقي لكل ما يهدف بخطواته من أجل الدفاع عن أهله وناسه العراقيين جميعا وهكذا كانت مواقف أبو سرمد عزه الله دائما وأبدا عائلة الشيخ ترك الراشد اليوم أيضا قدموا اعتذارهم لأبو سرمد الله يعزه من تصريح غير مسؤول لأحص صبيان دكان تقدم المدعو فهد الراشد أحص صبيان هذا الدكان قام بالتهجم فعائلة الشيخ ترك الراشد الكريمة استهجنت هذا التصرف الصبياني وجددت التأكيد والعهد للعلاقة التاريخية بين عائلتهم الكريمة وعائلة الشيخ خميس الخنجر عزه الله منذ زمن المغفور لهما الشيخ عبدالجبار والشيخ مشعل ترك الراشد ومؤكدين إن شاء الله تبقى علاقتنا رجع لي عوفا هذا عوفا الدكان تلزقيت عوفا ستتحب الدكاكي وأكدت العائلة بأنها ما يربطها من علاقات الود والاحترام طلع لي صورة أبو سرمد والتقدير على أمد الدهر مستمرة مهما حاول البعض تقويضها وأنهوا رسالتهم الكريمة بالقول لأبو سرمد عزه الله دمت للعز عنوان شيخنا الفاضل الشيخ خميس الخنجر عزكم الله عائلة الشيخ ترك الراشد بارك الله بيكم عمامنا وكفوا منكم وهذه مواقفكم اللي دائما نفتخر بها الموقف الزين أبو الوقفات يقولون عنه لكن هو هذا بالدكان شم سوي هذا فهد الراشد والله يا جماعة مرات أنا لو ما أقول خلنترك القانون يأخذ مجراه وكل شي بقت حلو ولا كان قلت لكم هذا فهد الراشد شنو المصايب اللي عليه شنو الملفات اللي عليه والله تزكم الانوف بمعنى الكلمة واحد من هين سهير زكي الراقصة والله عم يفضل منه طلعت لا طلع وافضل منه يرقص لا حشي طق بطق وحق الرج مكفول لا ما مكفول لأنه اللي يتجاوز النوب نحط ينتب خده خلي يحترم نفسه لنكشف ملفاته ونحفظها قدام أهله قبل أمة لا إلى أهل الله نقطر السطر لحد يزاود علينا على قانون العفو العام لحد يزاود علينا على عودة النازحين قانون العفو العام يفهد الراشد ضم عمك اللي بعده يبتش ويقهد بإيران على رئيس إيران الله يرحمه هو وجمعته الله يرحمه بس هو راح عمك رجع من طهران يا ابو لو بعده ياكل كباب هو يا فندي روح اسأل عمك من يرجع قلنا ليش ضم ما يتقال ولعفو العام خمس تشهر بالدرج ما للبرلمان الحاجة طاقب طاق ايه شوف يا فهد الراشد احترم وفكر بكلامك لا قسما بالله جاييك وحدة وحدة انت ودكانك ومن يتبع دكانك ضحكتوا على الناس قشمرتوا على الناس حتى بعضوا من نوابعدكم واحد مثل النائب الشيخ عبد الكريم عبطاني الجبوري خليته وما يقدر يطلع بعض بالتلفزيون لان شدتوا تكذبون انت وغيرك وعمك ابو قهده ابو باتشي والثاني مخترع تشوله شدتوا تشذبون وتقولوا له لوح اطلع يم ألواري حمداني قول قالوا العفو العام جايكم جايكم وخجلتوا الرجل من نفسه ومن مواقفه وهو رجل محترم صارت هالساعة انت ما تروح يا الله عمي من اتخلصوا للقهده مالتكم البتشة ارجعوا بالله خليوا يشوفكم شو سووا هو تسوت لها لك يا واليابا ها فهد الراشد سوت الديرتك سوت لها لك يوانوا وخمس مخبطين يعرفوك يواندقوا عداد احترم نفسك سوهر زكي الجديدة نقطة رأسطر وجايكم بس كل واحد يعرف مقامه ويحترم نفسه ايو الحدش طقب طقان انا وعحمدان ايشو حدش طقب طقب شي له ايوالاخو المواطنون هيئة الاعلام والاتصالات البواقرة تجربة وطنية فريدة ومتفردة حقيقة نفتخر بخطواتها ونفتخر بعلو صوتها وتأثيرها الذي بات يعرف عربيا ودوليا هيئة الاعلام والاتصالات الموقرة هذه التجربة اصداؤها وصلت الى اليونسكو ومن خلال قائد اعلامي شاب هو الاستاذ الدكتور علي المؤيد المحترم رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الذي كانت وما زالت له في اليومين الماضيين وحتى اليوم جملة من النشاطات المهمة في العاصمة الفرنسية باريس من بينها كان لقائه بسفير جمهورية العراق في العاصمة الفرنسية باريس والذي بحث بعه افاق التعاون بين فرنسا والدول الاوروبية بصورة عامة في مجالات الاعلام والاتصالات وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وسيد سعاد السفير وديع بتي سفير جمهورية العراق في باريس اكد على اهمية تعزيز تعاون الاعلام والثقافي بين العراق وفرنسا وتطوير علاقات ثنائية في مختلف المجالات طبعا القائد العلامي الشاب الاستاذ الدكتور علي المؤيد المحترم رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الموقرة في جلستين حواريتين بمقر اليونسكو قدم رؤية العراق الاعلامية والخطوات التي يسعى الى تعزيزها دو وفي اطار ذلك وفي خلال هاتين الندوتين اكد الاستاذ الدكتور علي المؤيد على الانجاز التاريخ الذي تحقق في ترسيخ حرية الصحافة في العراق والذي تكلل بالقرار التاريخي لرئيس مجلس القضاء الاعلى السيد فاق زيدان بعدم مقاضاته واعتقال الصحفيين والاعلاميين عن اية مخالفات ادارية او وظيفية لمؤسساتهم ثم ايضا كشف بان الاخ رئيس مجلس الوزراء القادل عن قوة مسلحة سيد محمد الشاعر السوداني وافق على اقامة اول مدينة اعلامية في العراق ستكون الاكبر في الشرق الاوسط باذن الله تعالى وفق معايير عالمية مدينة اعلامية عراقية تخصصية او متخصصة وهذا حقيقة انجاز كبير ولم يكن ليكون لو لا الدور الكبير لهيئة الاعلام والاتصالات الموقرة والاستاذ الدكتور على المؤيد المحترم رئيس الهيئة لانه احنا نعرف اول مدينة انتاج اعلامي كانت في القاهرة في عام 1996 ثم مدينة الاعلام في دبي وقيل ان هناك ستقام مدينة اعلام كان يفترض في عبان لكن ان تقام في العراق صدقوني ستجد هكذا مدينة ستجد اهتمام عربي وليس عراقي فقط لانه العراق مؤهل لاقامة بالفعل مدينة اعلامية متخصصة وفق معايير دولية بهذا الاتجاه فيارب نسعى لهذه الخطوات الكبيرة ونحيي دور هيئة الاعلام والاتصالات الموقرة ونحيي دور الاستاذ الدكتور علي المؤيد المحترم رئيس الهيئة بهذه الخطوات التي يعني اصبحت محط فخر واعتزاز امام العالم اجمع ايها الاخوة المواطنون انا اليوم رح يكون ويايا ضيف كريم ضيف عرف بمواقفه الوطنية ودافع عنها وتحمل مسؤوليتها انه العراقي الاصيل الاستاذ الدكتور محمد نعنع الذي هو يعتبر واحد من اهم المتخصصين في تقييم الوضع السياسي وتقديم رؤى مستقبلية في تحليل مضمون الخطاب السياسي وفي تحليل الوقاع السياسية نحو المستقبل المباشر والقريب ولربما حتى المتوسط البعيد الامد اردقول رسالة انا اليوم منذ سنوات لم التقيه لكن هذه المرة التقيه وكانت له تجربة مريرة قبل اشهر انا في حينها على الهواء مباشرة وفي برنامج استوديو التاسع استهجنت واستنكرت ورفضت ما كان بحق الاستاذ الدكتور محمد نعنع واستهجنت في حينها تصرف الاخ رئيس مجلس الوزراء الاخ السوداني ان يقيم دعوة على واحد من العراقيين الذين مهما اختلف معهم يجب ان يكون خط التفاهم والاستماع لهم موجود لانها بذلك هي تكون بوابة للديمقراطية الحقيقية وللرأي والرأي الاخر لكن كان ما كان والحمد الله انتهت الامور على تسوية الامر ويبقى الدكتور محمد نعنع عراقي اصيد دون مواقف وطنية لا يفتخر به الا العراقي ولا يقف معه الا العراقي حتقولولي ليش لانه احنا اذا كل واحد صوته قوي نسجن فهذه لا هي دكتاتورية ولا هي ديمقراطية بطبيعة الحال هذه اسوأ من اي تجربتين اسوأ من التجربة الديمقراطية واسوأ من التجربة الديكتاتورية لان هذه شريعة الغاب انه انا كنت صوت واحد والباقي ما يحشي لا والله يحشي واسمع ويعارضني واتفهم ورأي صحيح يتحمل رأي صواب يتحمل خطأ ورأي خطأ يتحمل الصواب وهي شي تنبني العلاقة الايجابية فانا اليوم استقبل حتى احييه وحتى اجدد الى عهد العراقيين كمتلقين المتخصصين بانه دون الاصوات الوطنية العراق مو عراق فالاستاذ دكتور محمد نعنا انا اردى قلك بالبداية حياك الله والسلام عليكم مسعيدين ان نلتقيكم وان نرجوك ان تبقى باي موقف كان لان الموقف الذي تعرضت اليه خرجت منه ان شاء الله اكثر قوة وصلابة فحياك الله في برنامج ستوديو التاسع اللي هو برنامجك مساء الخير تحياتي حضرتك استاذ انور شكرا جزيلا لهذه الاستضافة اريد ابدأ بما انه تريد حضرتك انه ابقى على نفس الصوت اريد ابقى ابدأ بنقدك انت شخصيا في مقدمتك فاذا تسمح انت اقترفت خطأك اقترفت خطأ كبير جدا في المقدمة عندما وصفت السنة بانهم مكون اصيل او انهم مكون اساسي يعني ما ممكن انه نبقى بهذه اللغة ياخذ السنة مو مكون اساسي او مكون اصيل هذا تقزيم لهم هذا رفع رفع شيء من يزينهم اكثر مما انه يعتبرهم زينين و اصيلين هم عراقيين انت قلت صححت قلت مسلمين نبقى احنا كنا مسلمين وكنا عرب انا طبعا جدا مستمتع بهذا الوصف رغم انه قد اكو يعني اقليات اخرى ايضا محترمة بقدر الاحترام لانه الاحترام الانسان فمنا وانا اثق بحضرتك وشكرتك كل الاحترام اشكرت لك اشكرت معي شخصيا انا الحقيقة مقلف المديح كثيرا وكاد اكون انه يعني ما امدح اي شخص يعني اي شخص حتى اصدقائي يعرفون هذا الموضوع بعيد عن المدح تماما لكن مدحت حضرتك واصدقاء اخرين ما رد اذكر اسماهم يعني حتى لا يعني انسى واحد اللي اول مرة امدح بهذا الشكل لانه انتم خليتوا قضية محمد نعناع قضية وطنية وهذا يشرفني هذا هذا كلش كافي لي فبعد ما نقول الشيعة مكون ولا نقول السنة مكون تعرف السنة يعني ابناء السنة وعلماء السنة هم اللي منحوا محمد حسين كاشف الغطاء لقب الامام يعني السنة منحوا لقب الامام للشيعة هذا الكتاب اللي اسمه المؤسسة الدينية المرجعية الدينية فيه عند الشيعة الامامية لجودة القزويني فيه كلام جميل جدا عن ألقاب الشيعة واحد من ألقاب الشيعة هو الامام مثل ما تسمى بي يعني الامام الخوئي وآخرين من المراجع المحترمين طبعا وليس الشخصيات الطائفية وانا اجزم لك انه اي مرجع اي مرجع محترم معترف به مجمع عليه عند الشيعة لا يمكن ان يكون طائفيا وعندك امامك يعني المراجع المعاصرين من آل الصدر ووصولا الان المرجع على السيد السستاني لا يمكن ان يكونوا طائفيين في المقابل لا يمكن لمرجع سنين عراقي وغير عراقي معتدل ان يكون طائفيا هذا امر متهي من عنده الطارئين هم الطائفيين اللي يريد مكان اللي يريد خبوزة هذا اللي يريد يكوش على خمس اللي يريد يسيطر على مدارس دينية أو غيرها اللي يريد يسويه لحزب ويحصل بيه الآن بعد عام 2003 هذول الطائفيين ما اكو طائفية عراقية سنية متجذرة ولا اكو طائفية عراقية شيعية متجذرة كل اغلب اغلب يعني تقرأ التاريخ يعني حتى المدرسة النظامية اللي يجد حتى التقف للفكر السني دزه نظام الملك من السلاجقة وغيرها الصفويين من اجوا وخلوا أيضا بعض اللمساتهم على المذهب الشيعي هذا الطائفي هنا الطائفية عراقيا لا يجد طائفية الطوسي الذي أسس حوزة النجف بعد أن حصر في بغداد من جماعات متطرفة لم يكن طائفيا بل من داخل الشيعة من يصفونه بأنه بتريا هذه التسمية هذه التسميات يعني شوي انشيحها حتى الناس تعرفها ماكو طائفية يا أستاذ أنور وبعد تكون منكر المكون سنة أصيل مكون شيعي أساسي أو كذا أبشر بس والله يخرم وطنيتنا وعقيدتنا الحقيقية أقاطعك بالخير أنا شخصيا صار لي نعم تفضل 31 سنة بالإعلام التلفزيوني اللي داعو التلفزيوني بس أمانت الله أتحدى واحد يعرفني أنا سنة له شيعي كردي له عربي تركماني له بس أنا عندي شي واحد ما هو هاي الألفاظ صحيح أنا أشهد لك بقى أشهد لك بقى المصطلحات اللي جاي يستخدموها السياسيين وأمانت الله أنا مضطر أن أستخدم مصطلحاتهم اللي يستخدموها والله يا سيد الحمد وإلا أنا عمري ما قلت على مكون من مكونة حتى تقول لي مكون يا أبا على جزء من أبناء شعبنا ما قلت تقليه ما أقولها أقول قومياتك والطوائف صح لكن أمانت الله هم جاي يستخدموها بالسياسة هاي مصطلحة السياسية صارت شائعا لأسف هؤلاء أشاعوا فيروسات هؤلاء المستغلين للدين طبعا هم من الطرفين بالتأكيد هم تتفقوا ياه على هذا الأمر أشاعوا فيروسات وبعض الفيروسات دخلت وتوغلت إلى العقل الباطن العراقي اللاوعي وقاموا يتحدثون بها العراقيين على أنها مسلمات هي مو مسلمات بعد سيادة الله في الإسلام مثل ما يفترضها القرآن تأتي مباشرة سيادة الإنسان يعني أنت تعرف هذا أمر متفق عليه بين المتبحرين في علوم القرآن وأنا راح أذكر لك اسميا أذكر لك محمد عبده وأذكر لك محمد باقر الصدر هؤلاء أثنين هم يقولون حتى للرسول الأكرم ليس هناك مسؤولية أساسية على الإنسان بل الإنسان مسؤول فقط أمام الله حتى محمد مو يقال في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكن هذا في حالة معينة لكن لا يستطيع حتى الرسول أن يكون متولياً مطلقاً على الإنسان كل إنسان يحترام شخصيته أكرمكم عند الله أتقاكم هذه المفاهيم يشيعوها حتى يختطفون بها عقول الناس شيعوا سنة وأقليات ماكو أقليات شن أقليات إنسان عايش بالعراق منذ آلاف سنين شن أقلية وشلون أنت سوي أقلية ماكو يعني إحنا من وقفنا قبل أيام مع قليم كردستان في قضية حقوق الأقليات ما نريد شيء الأقليات يعني تعرف الحالة الديمقراطي أصر على الديمقراطي الكردستاني أصر عليها ونقض عند المحكمة الاتحادية وحاول أنه يغير قرار المفوضية بسجل الناخبين والأقليات وغيرها إحنا وقفنا إياهم لماذا وقفنا؟ مريد شيء الأمور ونقول بس لازم يأخذون حقوقهم وفق الانتخابات مريد يسوي أقليات وإحنا نتمنى أنه كل عراقي يروح ينتخب أي نيئة يكون ماكو أكوتو ماكو أقليات وماكو أي شيء لكن أكو حالة تنظيمية بقضية تقليم كردستان وقضية انتخابات تقليم كردستان واليوم نوعا ما تراجعت بعض مصادر المؤسسات العراقية ورح تعطل الأقليات بعض الضغط من الديمقراطي الكردستاني لسوزراء أقليم كردستان مسروف برزاني لازم نحافظ على بعضنا كعراقيين كبشر كناس محترمين الاحترام لازم يكون بيناتنا متبادل بغض النظر عن دياناتنا وهذا هي كفلة الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كلهم عدوا حقوق ماكو واحد مهدورة حقوقها حتى في القرآن اللي يأكد على المركزية الدينية ولكن أيضا لديه مركزية إنسانية أخرى والقرآن ختم قضية التطرف بالدين واستغلال الدين في آية شهيرة لا أكراها في الدين قد تبين الرجد من الغي فمن يكفر بالطاق وتوين بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاء لم يفصام لها انتهى الموضوع تخرجت البشرية على إيد محمد بن عبد الله بشهادة إنسانية حتى عصر الانبياء انتهى بنبوة محمد روحوا انتم شوفوا قوانينكم استنبطوا وطلعوا قوانين تفيد البشرية هؤلاء ناس يجوا ملو عقول العراقيين بالفيروسات مع الأسف ولهذا أنا أنا بالنسبة اللي أتمنى هاي رسالتك الوطنية الحقيقية الإيمانية لا أعتبر أن تصل إلى كل السياسيين قلوبهم لأن المواطنين صدقني والله واصلتهم وأنا عاهدك عهد الرجال بعد مال هذا المكون حتى لو مصطلح سياسي ولا أتطرق لو إنما نبقى إحنا عراقيين مثل ما تفضلت أحسنت ومثل ما قلت لأن أنت رأيك بهذا المفصل رأي صحيح ودقيق وأتمنى أن كل يتنا والله أن نتعاهد على ذلك كعراقيين على مشتغلين بحق الإعلام والسياسي لكن أنا من هذا الباب أريد العبارة حتى ممكن ننهى هذه المداخلة قبل أن ننهى هذه المداخلة بهذا التحليل الدين السياسي أو الاجتماع الديني السياسي تطرقت أيضا قبل قليل يعني الشغب اللي صار على مسجد في السيدية أنا من هنا من هنا أقول لك بأنه مقتدى الصدر كعراقي لا علاقة له بالطائفية مطلقا ما يشرط طائفية فلس مقتدى الصدر وهذا الفعل هذا الفعل سوف يكون مكررا لإفشال مشروع مقتدى الصدر اللي هو مشروع التيار الشيعي الوطني ولهذا نحذر مننا هذا الشيء والريد أبو هاشم الله يعزه ويحفظه أنه يكون هنا موقف لأنه هذا اللي قلناه وهذا اللي شايفينه هذا اللي شايفينه لأنه هناك هدف لخلط الأوراق حقيقة وهذا يكون تنبه نعم بالفعل 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 وهذا راح تستمر مع الأسف هذه الحالات راح تستمر لذلك يعني أنا قلت بأنه مقتدى الصدر بعيد كل البعد هذا استدراك مهم جدا التيار الصدري ليس كيانا معصوما ممكن أنه يخترق ممكن أنه يعني البعض يتلاعب به هذا لأنه بشر آلاف إن لم نقل ملايين فبالتأكيد يعني تدخل عليهم بعض الخطوط المخابراتية المافيوية الحزبوية غيرها فلذلك يعني هذا مثل تحذيرك اللي حذرته أنا أيضا لديه تحذير لسهي المقتدى الصدر ولقيادات تيار الصدري ولجماهير تيار الصدري ميزوا صفوفكم أنتم ناس كثيرين كتل بشرية هائلة عراقية لا نتهمكم بأي شيء بالعكس العنصر الصدري الفرد الصدري ما متهم مبدئيا ابتدائيا ما متهم بأي شيء ولكن ميزوا صفوفكم وأنتم قادرين على هذا ولا تجعلون الآخرين اللي هم مرات يكون من نفس مكونكم من نفس مذهبكم ومرات يكون من غير مذهب من غير دولة حتى إلى أن يجدون ثغرة وتخرب الشغلة إذا طلعت سمعة موزينا عليكم في الأيام المقبلة هذا تحذير مقتدى الصدر ما يشترطها فيه فلس صحيح هو يحافظ على بعض الخصوصيات المذهبية مثل أيضا آباء من سيد محمد الصدر وغيره لديهم حالة وطنية لديهم شعور وطني ولكن يحافظ على خصوصيات المذهبية وهذا أمر ليس عايبي كل المذاهب تحافظ على خصوصيات المذهبية ولكن ننصهر جميعا في بوت قواحتها اسمها الوطنية أو الهوية الجامعة المؤسس لها في الدستور والقوانين النافذة ونحترم بعضنا إن شاء الله دكتور لو سمحت لي يعني أنا حقيقة أريد أحكي لك بقلبي يعني لو نأتي على الوضع الحالي أنا في الحلقات السابقة وأنا أعترف على الهواء مباشرة أني يعني داعم يعني تدري أنا بره خصوصيات لسبع طاعة سنة علي أحكام سياسية قضائية بسبب برنامج استوديو التاسع حكم بالسجن عشر سنين فأعتبر أنا هارب من تنفيذ هذه الأحكام للمالكة والغيرة والغيرة وكذلك حجز أموال منقولة وغير منقولة وأنا أعتبر نفسي معارض إيجابي لهذا رغم موقفي من كل الحكومات السابقة لكن أنا حكومة الأخ السوداني حتى كن صادق وياك وأنت أعرف يعني أنت قد تعرضت نتيجة موقفك الوطني لكن أنا داعم لهذه الحكومة دعم الحكومة يجب أن يكون دعم إيجابي أنه ننبهها في حالة فأنا بالحلقات الأخيرة صراحة حتى كن صادق وياك دا شوف الحكومة متلكية يعني الحكومة متأخرة يعني الخطوات اللي كانت قبل أشهر جاءت يشتغل عليها الآن أكو تأخر يعني مدى يشوف الإنجاز الحقيقي اللي دا مربي لا الاتفاقيات وهي الجانب التركي لو الجانب القطري ولا هو الجانب الإمارات راح تتفعل والدول الأخرى مثلا على سبيل المثال لما توقع التفاقيات خص طريق الحرير أو طريق التنمية كبدل للطريق الحرير أنت تعرف الآن الكويت والسعودية والإمارات وقطر هذا مسعى كبير أشو إحنا جاء نتفرج وإحنا نلوقعنا شدو اللي دا يصير أمانت الله حبيب استاذ النوار بخصوصك أنت لازم ترجع يعني لازم تسوي الخضايا اللي عليك وترجع خليط العلم برياء عمي خليط العلم خليط العلم خمسة سكيلة لا لا هذا أمر لازم يسوى لا لازم يسوى أنت لا منتمي للإرهاب ولا تضطختي إذك بدماء العراقيين ولا سرقت ولا أي شيء فما عندك جرم ما عندك جرم عندك صوتك هذا أمر يعني نعتبر رأي ورأي آخر وخلي تسوي الأمور خلي تدخل وساطات وترجع منها تبث يعني مثل ما أنا ما ممكن أطلع من العراق أبدا لو الضغوطات صارت أضعاف مضاعفة ما أطلع من العراق فأنت لازم ترجع للعراق وكل عراقي مثلك ومثلي لازم يرجعون للعراق وعلى الدول وحكومة عهد الرجال خلي ينصفوني الأبرياء اللي بالسجون 65 ألف بري من غير ما نعلاق بالإرهابيين وتجار المقدرات لكن 65 ألف بري خلي ينصفوهم وعمي آني آخر واحد إذا ما نصفوني ينصفوني بس خلي ينصفوني الخطيئة ذولة بهالحر بهالأمراض والله وصلتني رسالة اليوم من الأخة أم وسامة من السجناء والله يا أخي تبتش الرسالة تبتش الرسالة أمراض تدرون ومانعين عنهم الزيارات وتعذيب بالسجون يعني وشنوها الحياة يعني أمان تالله 65 ألف بري ترى مو قليلة للأسف نعم أسمع صحيح أستاذ أنور صحيح وأنا شاهد على يعني هذه الحالات ولو ما أعرف أنه الوقت قصير ما ممكن نفتح الملفات كلها كانت حدثت لك بقضايا السجون وابتزازات الضباط وغيرها كثيرة مشاكل كثيرة جدا أوصلنا بعضها يعني ما لدي أذكر أسماء اللي أوصلت لهم يعني وصلت بعض المسؤولين بعض الأمور يعني أذكر حالة وحدة يعني أنت مثلا مدان حتى لو مدان بس مدان في قضية قضية نفقة قضية نفقة وإذبئتها أربعة أربعة شهر حكمت علي أربعة شهر وصار عدقية جناء وغيرها لكن صار به جرب يعني صار به جرب بسبب سوء الحياة هناك بالسجون من يطلع هو ما أخذ له عقوبة أربعة شهر أو ثلاثة شهر بسبب قضية نفقة راح يطلع ينقل هذا الجرب لآلاف العراقيين زين أنتش قد راح تدفع حتى تتعالج هذول العراقيين جميعا وإحنا مستشفياتنا هل يشوفها بعينك ويشوف السوداني يومي يغازي إلى مستشفى ويلقى بيها مشاكل آخرها الكاظمية اللي هو راحلها أول مرة وبعد ما وجه بترميمها والإنفاق عليها وتحسين خدماتها ظلت نفس الشيء بالعكس أكو مرافق فيها صارت أسوأ معلأسف وأنا قبل فترة نزلت تصوير على مستشفى الكاظمية نحتاج إلى أنه يكون التوجيه حقيقي وليس إعلاميا بخصوص ما ذكرت حضرتك حكومة السوداني حكومة منتخبة صحيح لدينا شكالات ابتدائية على طبيعة تكوينها إقصاء التيار الصدري قصف أربيل حتى ينصعون الأكراد للإطار التنسيقي هذا كلها ملاحظات لكن طبيعة التصويت عليها حكومة دستورية وكذلك يجب أن تأخذ حقها الدستوري السوداني يأخذ حقها الدستوري في إدارة الحكومة ولكن رغم أنها دستورية والسوداني يجب أن يأخذ حقها في إدارة الحكومة وإدارة المؤسسات هذا لا يعني أن نصفط ونقعد وننشخص الأخطاء وما ننقد لا لازم ننقد وحتى لو نتخلي السجن مرة ثانية نظل نستمرين بالنقد وبعد ما مسموح بعد ما مسموح خاف البعض يتصورها سهلة لا مو سهلة لا خافي لا 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 والله إحنا هم خط حمر إحنا العراقيين هم خط حمر ما مسموحة لكن دكتورة أردقاتك بالخير أنا اللي دفعني لهذه الدقطة بس لو تسمح لي سمحت السيد عمار الحكيم قبل يومين كان إلى موقف موقف مهم يتحدث عن طريق التنمية يقول هي مو سوالة في استعدادات بالله بس خلي سمع الكياه هو قصير المقطع بس اسمعه وياري تعليقك يجب أن يكون شمال العراق ووسط العراق وجنوب العراق كله آمن حتى طريق التنمية يمشي طريق سريع وسكة قطار وأنبوب نفط وأنبوب غاس أربعة هذا من يصير وبضائع عالم من الشرق إلى الغرب من الغرب إلى الشرق كلها تيجي عبر هذا الطريق مدن صناعية بني عشرات ألا يعني سمحت بمعنى دا يقول أنه إحنا غير نستعد كل ذني يعني شو اللي فهمت أنت بله رسالته لا كلام رئيس تيار الحكم عمار الحكيم كلام جزء مننا دقيق جدا وتوجيه حقيقي لقضية طريق التنمية لكن أكو كلام أيضا مو مو دقيق في قضية مصانع غيرها هذا كان في طريق الحرير اللي إحنا نسوي مصانع في العراق والآن طريق التنمية هو عبارة عن ممر فقط يعني حتى لا يصير مزيد من التضليل أكو فرق جوهري فرق جوهري بين الطريقين ذاك الطريق إحنا غادرناه بحكومة السوداني انتهى رغم أنه حتى نفس رئيس الوزراء محمد شاء السوداني كان يروج لذاك الطريق طريق الحرير والآن بدأ يروج لطريق التنمية وما يخالف يعني مشروع جديد ماكو مشكلة لكن حقيقة اللي قاله ببداية كلامه عمار الحكيم صحيح أنه إحنا لازم نستعد الأمن أولا الأمن وليس فقط الإرهاب يعني الآن الابتزاز الابتزاز من الميليشيات من الجماعات الآن حقيقة بانتظار أن تعود الإشارة لكن أريد أن نوه للخبر العاجل ها رجعت الإشارة خلينا روح خليكم للدكتور وعدي الخبر عاجل نعم نعم دكتور الآن رجعك الإشارة متفضل على الهواء سيدنا نعم على الهواء وأريد تكمل سأكامل لك باختصار بعجالة مثل ما يقولون نقطتين نقطتين طريق التنمية إحنا محتاجين لفلوس شوية شوية جاي تقل السيولة عندنا بسبب إرباكات وضع الدولار والإنفاق الزائد اللي جاي ننفقه فعدهم خط بديل آخر أنه يكون بالاستثمار أو بالخص خصائب عدتهم ما متفقين لأن إحنا محتاجين ل 17 مليار دولار أمريكي حتى يبدي وممكن يكون المعلى سنة وحدة وأكد دول أخرى مثل قطر وغيرها تدفع فلوس من 4 إلى 5 مليارات فالقضية تأخذ وقت ويتحتاج لها تحضير في ظل هذا الوضع اللي الآن نتراجع بالسيولة بقضية التدوير الاستثمارية إلى التشغيلية بسبب العجز المشروع بدأ يتهدد هاي نقطة النقطة الثانية المهمة هاي ما جاءت في كلام عمار الحكيم هاي الآن أنا أطرح هناك ما هو أولوي على قضية هذا الطرق الاستراتيجية هي مهمة في المستقبل هناك البناء التحتية والمشاريع الاستثمارية والخدمات التنموية البعيدة الأمد مثل نفس مشروع الفاو أو ميناء الفاو المصافي وغيرها ونلاحظ أنه الكثير من الكلام المبالغ به عن انتاجية المصافي وإحنا نصعد إذا عدنا انتاج عالم المصافي هو حقيقي ليش نصعد سعر البنزين المحسن إذا قمنا إحنا ننتجه وما نستورده كنا نقول غالي لأن نستورده الآن إحنا ننتجه والنفط نفطنا والمصانع المصافي عفواً على أراضينا فأكرباكات في الوضع الاقتصادي البعيد المدى ثم أنه يعني أنت عندك أمل بالقيام بمشاريع استراتيجية مثل طريق التنمية أو غيرها وانت الدين العام يصعد عندك دين العام يصعد والعجز حتى يغطي التشغيلي أيضا يصعد ما كم موائمة وموازنة بين الرؤية الاستراتيجية وتمشية الأمور اليومية التي نحن أساسا متلكئين فيها ناهيك عن أمور أخرى ذات ضرر كبير جدا يومي وشهري وسنوي في الموازنة وخارجها مثلا أنت الآن نهيت مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان ما انتهت بعده لا بقانون تشرعه ولا باتفاقات سياسية أيضا رواهت بإقليم كردستان بعد قرارات المحكمة الاتحادية لازم تكون ضمن الموازنة الآن رواهت بإقليم موظفي إقليم كردستان ضمن قروض سلف من المصارف العراقية ما تروح عن طريق الموازنة رغم أننا قاررين موازنة ثلاثية هذه أشكالات نقدية ونقديات لازم تراعى وأعتقد الحكومة لازم تسمع لازم تسمع بدقة لمثل هذه التفاصيل وإلا نحن نصحف يوم من الأيام على الأسامة الله الله ليس ويها على ما حصل في 2014 من سياسات المالكي اللي أودت بنا إلى يعني النازحين والمهجرين والشهداء وخراب المناطق الغربية والمحافظات الشمالية يعني خلينا نفكر بشكل أوسع من قضية فقط البربغاندا حتى أحصل على ولاية ثانية أو أكتسح الشركاء بالمقابل يقول لك هذا البرود اللي صار في أداء الحكومة مرد أنه وصلت إشارات للأخ السوداني أنه مستحيل يجددوا لولاية جديدة وبالتالي يعني هذا العكس على إداء الحكومة يعني مدى تبرير هكذا موقف إن صح إشارات إشارات أكو لا المالكي قالها قال يعني يبني لجسرين أو مجسر يريد ولاية يعني معناها طريقة مزدود 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 الاختلاف الشخصي أو الاختلاف العام وبالمناسبة بين وبين السيد السوداني يعني شبه علاقة شخصية يعني يعرفني شخصيا مو يعرفني من التلفزيون ونعرفني شخصيا مو من التلفزيون النعرفة هو أنت أصدقاء قبل مصر لا لا مو أصدقاء يعني ندري بي قالوا أصدقاء قبل مصر لا أمو هذه درجة ولو الحكومة ما بها صديق حكومة ما عدن صديق ماك صديقي لا هي حقيقة يعني تواصل التنبيه كذا للتوضيح لا مو أصدقاء تواصل بحسن ظن يعني متبادل حسن ظن متبادل يعني بس أمانت الله لله لله اللي صار عليك لا لا بسمح لله صار عليك والله ما مبرر يعني أنا تابعت كل حتى التصريحات يعني يعني ما مبرر أن توصل الأمور للدرجة يعني يعني استهجنتها بوقيتها على ما مبرر يعني ما ذاكرها أنا أطلاقا لأي أحد أو راح ما أذكرها إليك على الهواء راح أتصل بحضرتك وأذكرها هاي حزت بنفسي أكثر من السجنتين اللي انسجنتهن أنا انسجنتهن بشهر الثالث 2023 وبشهر الواحد 2024 ما مر يعني ما مضن بي ولا أذني يعني مو لأنه السجن مو مؤذي لا موذي السجن أنت حضرتك يعني قار التاريخ وتعرف السجون بسبب القضايا السياسية أو غيرها لكن أكو أمر صدر من السوداني حز بنفسي كثيرا ما أذكره و راح أقول لك يا و للتقات حتى يقيمون شلون ينضر الرجل اللي بعد ما يعني ما أتلعني يعني خلي أنت شوف لنا أسوى حسنة فالنبي يوسف عليه السلام سرها بنفسه خليه سرها بنفسك خير علي حسبنا الله والأعمال وكيد فما أتمنى أنه يكون حسبنا الله والأعمال وكيد فما أتمنى أنه يكون هذا البرود والتلكؤ بسبب هذه المشاكل السياسية صح أتمنى أنه أكون فكرة للحكومة وهي تبريد الاقتصاد صح هذا أنا اقترحته حتى في زمن حكومة الكاظمي قلت لهم يعني نحن نمر بأزمات بنيوية تعتمل في قلب النظام يعني تطلع يومية أسعار النفط تنخفض عدنا مشاكل أمنية نصرف عليها عدنا نازحين عدنا رعاية اجتماعية عدنا تقاعد عدنا نفاق هواي عدنا نفقات تشغيلية وصرفية كل شو هواي فإحنا لازم بين فترة واخرى نسوي تبريد الاقتصاد نبرد الاقتصاد يعني نقلل النفقات نقلل الجوانب الاستثمارية اللي هي غير ضرورية غير ضرورية يعني واحدة من القضايا صح واحدة من القضايا قولها دكتور انت أنا أتمنى عليك تعتبر ستوديو التاسع عبر برنامج تخابر خلود الزياد يقولها أريد أطلع ويا أنور وتطلع ويا أنور بأي وقت تشاء لكن واحدة من الشغلات قولها والله الشرف بس بشرط قول الشرف بس بشرط أي أنه الضل هيج الضل انتهي يظل أنور الحمدان هيج ابشر فهذه واحدة من الشغلات شين يقولها ما ريد أن تتقطع الضل هيج مو مثل ما يريد محمد نعناع مو مثل ما يريد محمد نعناع لا الضل هيج مثل ما أنت ابشر ابشر الله يحفظك شكرا إليك يا دكتور شكرا جزيلا لأستاذ دكتور رحمة نعناع العراقين أصير شكرا جزيلا والكاتب والخبير السياسي والذي يقدم رؤية مهمة أنا حقيقة بدقيقة واحدة قبل أن أختم أنا أحيي خلية الإعلام الأمني وأحيي معالي وزير الداخلية الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري المحترم ذو المواقف الوطنية والذي يركز على دور الإعلام الوطني حقيقة في بداية الحلقة تطرقنا وأثرنا ما يثار في منصات تواصل اجتماع من وجود اعتداء على أحد المساجد في السيدية الآن صدر هذا الموقف أو قبل قليل من خلية الإعلام الأمني اللي نفت نفي كامل من خلال المتابعة والتدقيق في جميع قواطع المسؤولية نؤكد عدم وجود أي حالة اعتداء أو تجاوز على أي مسجد من مساجد العراق كما تم الترويج لهذا الموضوع من قبل البعض ولوين أن قوات الأمنية تعمل بوطنية ومهنية عاملة وعالية ومتواجدة ومستعدة دائما لحماية جميع دور العبادة والمؤسسات الدينية كما عهدها أبناء شعبنا العراقي فهي تقف بمسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والقوميات وفي الوقت ذاته تنفي وجود أي استنفار للقوات الأمنية وهي تمارس واجباتها الاعتيادية وتدعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومة ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا واعتماد المواقع الموثوقة شكرا لخلية الإعلام الأمن إذن وشكرا جزيلا لمعالي وزير الداخلية لكن نقطة نظام وليه معالي وزير الداخلية حط له صورة معالي الفريق أدرككم عبدالأمير الشمر المحترم لكن أيضا اليوم كان يكون تأخير هذا الأمر منشور من الباحة للمأنور الحمداني دخل البرنامج يعني بحدود 14 ساعة يعني كان يفترض يصير تحرك معاليك أو أكثر من 14 ساعة أنه الخلية الإعلام الأمني تصدر موقفها من الصبح لأن الأمر يفترض الباحة صاير كما نشر وروج لكن بذات الوقت مشكورين وإحنا نعتبر نفسنا نافذتكم الإعلامية وحيا الله رجع للداخلية شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم مشاهدينا نلتقيكم باشرا إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة